سيد العمدة هناك أخبار تتروج في العاصمة كون أن هناك مشروع ديال خلق حفيلات مخصصة للنساء وهذا المشروع يرمي إلى حماية النساء ضد العنف هل صحيح أن هذا المشروع هو قائم الدات هذا كذب في كذب في كذب كل كذب لم يكن هناك لا تصريح لا فكرة لا نقاش على مجموعة تجمعات العاصمة لأنه ليس شيء أنا الذي نقرره في النقل الذي يقرره في النقل هو مجموعة تجمعات العاصمة الذي يرأسها السجام على المعتصم إذن لم يكن هذا الفكرة ولا هذا النقاش ولا هذا كان واحد الكلام قديم عامين هذه تكلمت عن تجربة توكيو في الحافلات المترو في أوقات الدروة قلت هذا في توكيو فقط لا لدينا بالنسبة للحافلات في الرباط لأنه لا يمكن أن نقرره ألف حافلات كثيرة في الرباط 500 رجال 500 نساء هذا كذب فيه كذب وأصحابه يتحملون من سوريا رأينا في هذا التطور الجريبة أن هناك حافلات بسبوغة باللون الأحمر واللون الوردي وهناك نساء يتدربن على سياقة هذه الحافلات ماذا يعني هذا الشيء؟ هذا يعني فقط أن الشركة المفوضة لها في القطاع تتهيأ وتهيئ نفسها لكي تبدأ أشغالها في نهاية يوريوز وبداية غشت فقط لا أقل ولا أكثر أما هي تسأل واش المدربة نساء أو رجال أو بجوجهم هذا كشي خص الشركة ولا دخلا لنا في هذا الموضوع المواطن والساكينة ديال الرباط بغت تعرف أكثر على هذا المشروع ديال الحافلات الجديدة والشركة اللي غادي تدخل في إطار تدبير هذا المرفق في مجموعة تجمعات العاصمة وقعنا الصفقة السنة الماضية مع مجموعة ديالشركة على رأسها ألزة وسيتي بوس مجموعة مغربية ومجموعة دولية ما نقولش إسبانيا ولكن دولية على أساس وطلبوا مننا سنة باش يبدأوا يعني يطلبوننا أن يبدأوا في بداية غشت وإحنا هات السنة إحنا طلبنا منهم مادام كان حتافلوا باحد الدكرة العشرين اللي تربوا صاحب جلل على عرش أسلا في المنعامين قلنا هذه مناسبة ديال الفرحة بغينا يفرح تفرح سكينة يعني المجموعة دية جمعات العاصمة الريباط سالة وتمارة والجامعات اللي داخلها في المجموعة دية جمعات العاصمة تفرح يعني أنه يعني يتم انطلاق الحافلات الجديدة وإحنا كنشوفوا معهم إن شاء الله تكون في 25 يوريوز إن شاء الله يشوفوا سكينة يعني هذه المجموعة يشوفوا حافلات جديدة غادي نبدأوا بتلتمية وخمسين حافلة إن شاء الله كلها جديدة وما تكون حتى شي حافلة قديمة نحن نرى في اللول بغي نزع ما ممكننا نصبره أقلق الأول وغادي نبدأوا بتلتمية وخمسين كلها يعني جديدة وكل عام غادي نزيدوا واحد العدد حتى لسنة تاسعة كان نقلسوا مجموعين باش نقولوا واش خاصنا ولا ما خاصنا ما نديروا أمبيلو آخر سؤال سيد العمدة هو ما يخص الاجتماعات دي المجلس دي المدينة دي المي أنها خرجت فارغة لماذا؟ أنا في الحقيقة بغيت هذه السؤال التي توضع لهادوك الناس اللي خرجوها فارغة أنا اللي بغيت نقول وهو واحد الأقلية مارست بلطجة وعنف ضد أغلبية وضد الرئيس وضد مكتب يعني الجماعة وما خلتش يعني المكتب يقوم بالدور ديالو وهاتش يرى الجميع شافوا والسلطة قامت بالمهمة ديالها يعني أنا شاهدت ما الذي حدث وحنا كاتبنا سيد الولي على أساس أنه ممكنش حنا لمارسوا نفس الممارسة اللي كي مارسها الطرف الآخر ما هي عواقب عدم إجراء هذه الدورة هذه؟ هي عواقب خطيرة جدا أولا إحنا هاد ناس وصلنا لأم بلوكاج على الأقل ما كيكون واحد بلوكاج سياسي لو كانت هناك أغلبية وتجي مثلا كتصوت إحنا بغنا نصوته بنعم هو كيصوت بلا حيث هو عنده أغلبية ويدوز هذه هي الديمقراطية أما تجي واحد الأقلية وتفرضه منطقا خارج على السياق الديمقراطي يوصح فيه لين هازم ده بيجيب واحد لبلوكاج على بره ويوقف شي واحد وما تتمشيس لأمور ترجمة نانسي قنقر